خلينا بقى نتحول للكورة العالمية أول إمبارح اكتمل عقد المنتخبات الأربعة اللي وصلت للمربع النهبي في بطولة كاس أوروبا اللي بتقام في ألمانيا البطولة حتشهد مواجهتين من العيار التقيل في نصف النهائي الأولى حتجمع بين منتخب فرنسا واسبانيا والمباراة التانية حتجمع إنجلترا وهولندا تتكلم يعني على مربع العمالقة في الدوري الأوروبي الكل بيتابع بطولة دوري المنتخبات الأوروبية ولكن بالتأكيد فيها تفاصيل فيتانة خلينا نتعرف عليها وضفنا النهاردة النقد الرياضي الأستاذ عز كلاوي اللي منوارنا في استوديو صباح الخير يا مصر هيلقي علينا مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر أهلا بحركة صباح الخير عليك وصباح الخير يا مصر أهلا بحركة في البداية بطبيعة الحال كان فيه مواجهات يعني زي ما بيقولوا كده نارية في بداية هذه البطول كلمنا عن أبرز اللقاءات اللي بدأت وشدت يعني انتباه الجماهير من كل أنحاء العالم هو طبيعي أن اللي أطلق عليه نهائي مبكر هو كانت مباراة منتخب ألمانيا ومنتخب أسبانيا في الربع النهائي هي كانت مباراة بتحمل زقريات قديمة خاصة أن أسبانيا قدرت تاخد اليورو 2008 من ألمانيا في النهائي وأسبانيا كان لها تفوق كبير في بطولة أوروبا على منتخب ألمانيا المستضيف فهنا هنا كنا أمام مباراة هي نهائي مبكر لصاحب الأرض والبلد المستضيف ومنتخب كبير وليه تاريخ كبير ومنتخب أسبانيا المنتخب الوحيد في أوروبا اللي قدر يفوز بالبطولة مرتين واربعات فكان نهائي الناس كلها مستنية بفرغ الصبر يا طارو مين اللي هيقدر يحسم الأمور المنتخب أسبانيا بيقدم نسخة رائعة رغم أنه ما كانش الاسم المرشح بقوة أنه يبقى بينافس ويقدم مباراة مميزة يكفي أن المنتخب أسبانيا هو المنتخب الوحيد اللي قدر يحقق الفوس في الخمس مباراة لغاية دلوقتي فدور المجموعات هو المنتخب الوحيد اللي جاب العلامة الكاملة منتخب بيقدم كرة مميزة أقوى خط هجوم مسجل 11 هدف من أقوى خط الدفاع إنه مستقبل هدفين بس منتخب قوي جداً منتخب ألمانيا في المقابل أنه برضو كان قبل المباراة دي منتخب قوي جداً بسجل برضو بالاشتراك مع منتخب أسبانيا 11 هدف فقاق وخط هجوم فهي كانت مباراة يا طارى مين اللي هيقدر يحسم ألمانيا للأسف في المواجهة الرابعة أمام أسبانيا في اليورو برضو بيتلقى الهزيمة الثالثة هو كسب مباراة واحدة كانت في دور المجموعات فبردو تفوق المنتخب الأسباني مازال مستمر في اليورو شاهدنا المباراة كانت على مستوى فني كبير جداً بين المنتخبين ولكن قدر يحسمها منتخب أسبانيا كمان من المباريات اللي منتظرينها بقى بشغف وبقوة جداً وهو نهيئي مبكر ونهيئي آخر هو طبعاً أكيد تبقى مباراة منتخب أسبانيا ومنتخب فرنسا اللي بالمناسبة المشوار منتخب أسبانيا مشوار قوي جداً وبمواجهات قوية جداً جداً على العكس تماماً ناحية تانية بالنسبة منتخب إنجلترا ومنتخب هولندا كان مشوارهم أقل بكتير يمكن كمان العقبة الوحيدة اللي كانت هتواجه أي من المنتخبين كان هيبقى منتخب إيطاليا اللي ودع أمام منتخب سويسرا بهدفين شفنا من المباريات القوية جداً في ربع النهائي منتخب إنجلترا وسويسرا المنتخب السويسري اللي بيقدم نسخة مميزة جداً على غير التوقعات منتخب كان قادر أنه يجي في المركز الثاني بعد ألمانيا في دور المجموعات يتعادل مع منتخب ألمانيا كمان قدر في تمن النهائي نتفرج على الماتش برغم الأداء القوي لمنتخب إنجلترا من بداية البطولة الغاية دلوقتي لكن كان أعتقد أن منتخب سويسرا كان قادر أنه يحسم الموضوع قبل أن يوصله لضربات التربيح هو اللي ضيع بالضبط أنا عايز أقولك أنهم مشواره بالبطولة كمان مشوار قوي جداً انت تعادل مع ألمانيا في دور المجموعات تيجي في تمن النهائي بتكسب إيطاليا أو 2-0 مش بتكسب اللي هو مكسب اخطف وجري بهدف وخلاص لا طبعاً بأداء كبير جداً ومشرف ونتقدر تسجل هدفين إلى أن بتواجه إنجلترا عايز أقولك أن قبل ما نخش على إنجلترا أن سويسرا قدرت تفوز على إيطاليا لأول مرة من 93 كان في تصفيات كاس العالم المؤهلة لكاس العالم فإحنا بنتكلم في أن نسخة كانت قوية جداً لمنتخب السويسري في مواجهته مع منتخب إنجلترا أنت كنت متقدم 1-0 وكنت قادر أن أنت تحافظ على التقدم بتاعك ولكن يمكن نقول إيه اللي تخبر بعض اللعيبة والتصرع بعض اللعيبة هو اللي خلى منتخب إنجلترا يرجع وبعد كده دربات الجزاء تحسن الأمر في بين كوسيم بيكفورد لأن احنا عايزين نشير لو الصورة جاهزة معنا يريد نستعرضها حاجة كده لطيفة جداً شفناها قبل كده في مصر عن طريق أبو جبل إن بيكفورد كان ماسك إززة مية فيها كل لعب في منتخب طريقة ده بيجي من اليمين وده بيجي من الشمال لا ده عايز أقولك الموضوع أكبر كمان من فكرة إنه كل واحد بتريمي فين لا ده لو فيه لعيب بيعمل فنت وهو رايح يسجل ضربة الجزاء مكتوب إن اللعيب ده بيعمل فنت لو فيه لعيب بيعمل جمب صغير لا مكتوب إن اللعيب ده كمان بيعمل جمب بس أعتقد إن دي ما كانتش يعني حاجة من الحاجات اللي بيبقى الآن منها أي حارس مرمى قدام منتخب إنجلترا في أي نهائي لأنه عارف إنه ونس إنهم وصلوا لمرحلة ضربات الجزاء خلص هما من الثمانين لأن منتخب إنجلترا بقى 28 سنة متوفقش في ضربات الجزاء وما بيكسبش في ضربات الجزاء وكأن اللعنة فجأة تفكت أول ما حصل المباراة بالضبط عايزة أقولك إن سويسرا خرج منه البطولة ودع ولكن هو مخسر شواله مباراة يعني حتى خروجه كان بتعادل هو النتيجة الرسمية بتاعة 120 دي في المباراة هو تعادل ركلات الترجيح هي اللي حسمتها بتصدي بيكفورد الأول ركلة الجزاء اللي هي أكانجي ودي الزاوية اللي كانت مكتوبة له في الإزازة لو نقدر نستعرض الصورة أنا معرفش استعرضناها لا لا فهو مكتوب حتى إن أكانجي بيشوت في شمال الحارس أو يمين الجون ونفس الكلام فعلا بيكفورد إزازة المايا بالضبط كده ومكتوب بتفاصيل دقيقة جدا لفكرة إن العيب بيعمل فنت وهو داخل يسدد العيب بيعمل جومب وهو داخل يسدد وهي دي ركلة الجزاء اللي قدرت ترجح كافة إنجلترا بالتصدي بيكفورد لضرب الجزاء أكانجي ويحسم تواجد منتخب إنجلترا في نص النهائي خلينا أقولك إن اليورو بشكل عام هو نسخة الحالية نقدر نقول عليها نسخة قوية وفي نفس الوقت هي أدوار دور تلاقيه عالي جدا تهدفيا ودور تلاقيه ضعيف جدا تهدفيا عايز أقولك إن اليورو في دور الثمانية النسخة الحالية هو دخل ثمان أهداف بس عايز أقولك من بداية الألفية في الألفين ما حصلش الموضوع ده خلص دي أقل نسخة تهدفية في دور الثمانية باستثناء يورو ألفين واربعة خلينا نشوف الإحصايات يمكن فيها لغة الأرقام بتوضح أكثر نستعرض أرقام اليورو بشكل عام فعلا البطولة دي الأكثر مشاهدة أو الناس كلها متابعها بشكل حتى على السوشيال ميديا عندنا أرقام من يورو عشرين واربعة وعشرين زي ما أرشيك ده نحن لغاية دلوقتي أتلعب الثمانية واربعين مباراة خلينا أقول لك أنه دخل مئة وثمانية هدف هو مئة وثمانية هدف ده زي ما قلت لك هو لغاية مئة هدف قبل دور الرابع النهايي كان معدل كبير جدا ولكن مع دور الرابع النهايي دخل ثمان أهداف بس وهنتكلم عنها بتفاصيل بفكرة أن يورو ألفين واربعة بس وهو بالاشتراك مع يورو ألفين واربعة وعشرين أقل نسخة هدفية في دور الثمانية بثمان أهداف 215 كارت أصفر وده معدل كبير شوية خمس كروت حمراء نفس الكلام عايز أقول لك ده بيزيده لما بتحصل المنافسة تزيد طبيعي وخلاص إحنا دخلنا على الأمطار الأخيرة فالمنافسة أكبر وأكبر يعني الهداف كودي خاجبه ثلاث أهداف وعايز أقول لك هو اللعيب الوحيد اللي مستمر لغاية دلوقتي في اليورو كل اللعيبة المتساوية معها بالأهداف خلاص ودعت الأقصر صناعة للأهداف لامينيا مال أسبانيا ويتشافي سيمونز منتخب هولندا ثلاث صناعة والأتنين موجودين معنا في نصف النهائي الشباك نظيفة هناي سيمون حارس مارما منتخب أسبانيا وجوردون بيكفرد كل واحد مباراتين ولكن سيمون عايز أقول لك أنه هو جلس على مقاعد بوداء في مبارات تلتة في دور المجموعات بعدما منتخب أسبانيا حسم تأهله فلو كان شارك في المبارات كان هو الأقصر شباك نظيفة ثلاث مبارات كمان أقوى خط هجوم منتخب أسبانيا ومنتخب ألمانيا 11 هدف ولسه كنا بنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ولكن منتخب أسبانيا مستمر ومكمل معنا في البطولة وقدر كمان يقصي منتخب ألمانيا بهدفين أقوى خط دفاع منتخب فرنسا استقبل هدف واحد وعايز أقول لك التاني أقوى خط دفاع هو منتخب أسبانيا دخل فيه هدفين بس هي إحصائيات بتبين لنا مدى المنافسة المستمرة في البطولة ورغب كده كورة ملهاش كبير والكورة ملهاش كبير احنا شفنا نتائج مفاجأة شفنا النمسا بتكسب هولندا 4-3-2 شفنا زي ما قلت لك سويسرا بتقصي إيطاليا من البطولة الأول فوز من 93 عايز أقول لك بس مقارنة بيورو 4-2004 ويورو 24 ان احنا زي ما بنقول ان ده دور التمانية ده كان الأقل تهدفيا في النسختين ولكن في يورو 2004 احنا شفنا بطل جديد لأول مرة لليورو هو منتخب اليونان يمكن نشوف بطل جديد لليورو 24 وهو انجلترا ودي المفاجأة للناس بتستغرب أولى منتخب انجلترا ما خدش اليورو قبل كده أصل كورة القدم في العالم ما كانش ليهم تواجد لا هم ما وصلوش النهاية غير مرة واحدة النسخة اللي فاتت وخسره أمام إيطاليا بهدف قاسب برقالات الترجيح وقدر منتخب إيطاليا يحسن ويفوز باللقب احنا معنا أرقام ومعنا إحساءات كمان عن منتخب انجلترا ممكن نبتدي نعرف منتخب انجلترا اللي هو عليه علامات استفهام كتير قوي احنا بنتكلم أقوى منتخبين من قبل ما اليورو يبدأ ومرشحين بقوة كعناصر وكسكواد هنا وهنا كمنتخب انجلترا ومنتخب فرنسا لما نكتشف ان المنتخبين دول ممكن من أضعف خطوط الهجوم طب ازاي؟ ساوس جيت عليه هجوم كبير جدا المدير الفني منتخب انجلترا عليه هجوم كبير جدا هو ايه اللي بيحصل؟ ازاي انت بالأسماء دي كلها والغاية دلوقتي انت كل مطشية واحد سفر واحد واحد ضربات جزاء اتنين واحد صدفة بس هو اشتغل على نقطة كانت فاصلة ومشكلة بالنسبة للمنتخب اللي هي اللعب على رقلات الترجيح هو اشتغل عليها فترة طويلة جدا وهي دي اللي حسامت له المباراة لكن سكواد منتخب انجلترا في حد ذاته انت ما ينفعش توصل لرقلات الترجيح منتخب انجلترا لاعب دور تمنى النهائي ودور ربع النهائي المطشين وصل وقت اضافي ومطش منهم رقلات الترجيح خط هجوم منتخب انجلترا هم الرباعي المميز هاريكين جود بلينجهام ساكا احنا بنتكلم عن فيلفودن خلينا اقول لك الاربع ارقام بتوع اللعيبة دول مع انديتهم هاريكين مع بايرون يونيخ جاب 44 هدف صنع 12 هدف في 45 مباراة ده من هدفين العالم هاريكين كمان نفس الكلام لو غيرنا هاريكين هنلاقي جود بلينجهام جاب 23 هدف صنع 13 هدف سجد في 42 مباراة مع ريال مدريد وطبعا كله عارف قد ايه اثر كتير جدا وجود بلينجهام مع ريال مدريد والتتويج باليورو والتتويج بالدوري والكلام ده كله اللي بعده على طول في الفودن 27 هدف مع السيتي 12 صنع 53 مباراة واخيرا لو هنتكلم على ساكا 20 هدف و14 صنعه في 47 مباراة مجموعهم 165 مساهمة لاربع لعيبة مع عنديتهم الموسم الحالي اللي خلص على طول فانا ما بتكلم على عندي أربع لعيبة مساهمين في 165 هدف وانا لغاية دلوقتي في خمس موتشات مسجل خمس أهدف بس انا عندي مشكلة كمدير فني ان انا بلينجهام مسجل هدفين هاريكين مسجل هدفين وساكا الموتش الأخير هو سجل هدف التعادل في الأخير فانا عندي قوة ضربة أربع لعيبة فقط مسجلين 165 هدف مشوارهم في الدوريات بتاعتهم ولكن اكتشف ان انتاجهم التهديفي ضعيف جدا جدا طب انت شايف ما تشوه مع هولندا حيبقى عامل ازاي هو يعني هو ساوز جيت فيه هجوم عليه فنيا لان الأسماء دي لازم تكون بتقدم أحسن من كده بكتير ولكن انا شايف ان هو يعني نوعا ما فهم اللعبة انا مش محتاج اكسب خمسة وستة انا محتاج اكسب واحد واتأهل وده اللي بيحصل اهم حاجة انا مستقبلش اهداف وانا اسجل في المقابل منتخب هولندا منتخب هولندا لا بيقدم اداء نوعا ما مرضي عايز اقولك هو يمكن الخط الدفاع بتاعه هو بس اللي بيعاني شوية دخل فيه في دور مجموعة اربع اهداف خسر زي ما قلت لك لما خسر في مبارات النمسا ثلاثة يمكن فيه بعض شوية مشاكل هي مباراة الفرقتين مرتحين باستثناء انجلترا انه صعب على نفسه الامور في المباراتين الفات سواء في دور طمني النهائي وربع النهائي انه وصل بيهم لوقت اضافي والمبارات الفاتت وصل لضرب الجزاء فصعب على نفسه الامور بدنيا شوية ولكن بسكواد منتخب انجلترا لأهو يقدر يلعب مش مئة وعشرين دي يلعب بيلعب بمطشين تلاتة كمان بقوة الاسماء اللي عنده هنشوف مباراة متوازنة وبالنسبة برضو للمبارات تانية بس خلينا في المبارات دي الاول هنشوف مباراة متوازنة تمنياتي منتخب هولند اللي يصعد لان انجلترا مقدمش اللي يستحق عليه السعود ولكن توقعاتي هو منتخب انجلترا في النهائي ده بالنسبة للمواجهة الاولى في الطرف الاول تعالي نروح لفرنسا واسبانيا دشان عليه هجوم وهو اللي عليه هجوم طلع يدافع عن المبابيل اللي عليه هجوم اكبر واكبر فجأة الناس كلها بتهاجم منتخب فرنسا وبتهاجم كمان بوسي طبيعي أنا لسه كنت بقولك أن فكرة أن أنا أقوى تشكلتين عندي كانت إنجلترا وفرنسا فطبيعي لما اكتشف أن من أقوى التشكلات ومرشح بقوة جدا لليورو مسجل ثلاث أهداف بس في مشواره لغاية دلوقتي منتخب فرنسا جاب ثلاث أهداف فقط في اليورو لغاية دلوقتي فدي مشكلة إزاي وأنا عندي كل الأسماء طبيعي الإصابة بتاعته في أول مباراة والكسر اللي في الأنف ده أثر عليه كتير جدا خاصة أنه لغاية دلوقتي بيلعب بالماسك ومش أحسن أداء شفناه خرج بشكله بدنيا مش جاهز مع موضوع الماسك أكيد تعب وعمل له أجهات كبير جدا في الملعب خرج وغادر ما كملش في مباراة أسبانيا آسف في مباراة اللي فاتت فإحنا بنتكلم عن طبيعي إنه يبقى فيه هجوم طبيعي إنه يبقى فيه بعض علامات الاستفهام على اللي بيقدم منتخب فرنسا دي طريق دي شامب طول عمره على فكرة مع منتخب فرنسا خد قبل كده كس العالم 2018 وكان الناس برضو معترضة على أنت ليه مش جاريء بالأسماء اللي معاك ليه مش ما بتفتحش خطوطك وبتهاجم بشكل أكبر من كده ليه دايما فيه خوف وفيه تراجع ولكن البمباريات الكبيرة أو البطولات الكبيرة هي تكسب ولا تلعب أنا أهم حاجة أنها عندي أكسب وحق نتيجة المكسب وأن أنا أتوق بكس العالم وبرضو النسخة اللي فاتت في كس العالم منتخب فرنسا وصل للنهائي رغم أنه ما كانش أفضل أداء ليه ولكن وصل للنهائي وشوفنا مباراة نهائية تاريخية هتفضل مخلدة في التاريخ بين منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا 3-3 وتتويج ميسي أخيرا بكس العالم نفس الكلام في منتخب أسبانيا وفرنسا في المبارادي تمنياتي أن منتخب أسبانيا هو اللي يتآهل صحيح عشان هو الأحق ولكن في دقيقة واحدة بس يعني قبل ما نختم بطولة كوبا أمريكا وخروج البرازيل من البطولة شايف إيه وحظوظ الأرجنتين شايفها عاملة إزاي هو خلاص أنا شايف أن الطريق بقى أسهل كتير للأرجنتين البرازيل خلاص الصنبة ما بقتش تجيب في الكورة الموضوع انتهى حتى الأداء ما كانش أفضل أداء خروج مهين لمنتخب البرازيل تتكام في دور ربع النهائي وتخرج من البطولة اللي هو مفروض متسايدها تلات منتخبات أرجوية والأرجنتين والبرازيل فأنت بتودع في ربع النهائي انتخب الأرجنتين عنده مواجهة قوية جدا مع كندا في السيمي فاينال هي مواجهة معادة لأن حصل بينهم في دور المجموعات مباراة قدر أرجنتين تكسب 2-0 مش هتبقى بسهولة مباراة دور المجموعات أكيد ولكن أرجنتين بنسبة كبيرة هيبقى في النهائي ورجوية في المقابل الناحية التانية وكلومبيا مباراة قوية جدا جدا ولكن على معتقد كلومبيا هو اللي هيبقى في النهائي ونشوف نهائي قوي وعلى معتقد ميسيا هيكون بطل الكوبا خلينا نشوف شكرا نيكي لنقد رياضي عز كلاوي نورتنا وشرفتنا يمكن اتكلمنا عن ملامح البطولة الأوروبية وأيضا ملامح بطولة دوري كوبا أمريكا شكرا جزيلا لحظة ربنا خليه أنا ببساطة كتير أن كنت معكم شكرا شكرا جزيلا للمقاطة